فما كان جواب قمه إلا أن قالوا أخرجوا ألالوض من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطارا فساء مطار المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي مصطفى الله خير أما تشركون أما خلق سماوات ورق وأنزل لكم من السماء إما أما أمثنا به حلا إقاذة بهجة ما كان لكم أنتم بدون شجرها أهله مع الله بل قوم يدلون أما جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار وجعل نهار واسي وجعل بين البحرين حاجزا أهله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق أو يدعلكم خلفاء أهله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البري والبحر ومن يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته أهله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أهله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيها لا يبعثون بل إذارك علمهم في الأخيرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وأباؤنا أين المخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الوليد أسيروا في الأرض فضلوا كذا كان عاقبة المجرمين ولا تحسن عليهم ونادكم في ضيق من ما ينفرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين والعسى أن يكون ربي فلكم بعض الذي تستجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أثارهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يننون وما من غاب إباد في السماء ولضي إلا بكتاب مفين إن هذا القرآن يقص على بني إسراء إلى أجمال الذين فيه يختلفون وإنهم لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكر على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع المدى ولا تسمع صم الدعاء أيضا ولو دبيرين وما أرتبعا للعني عن ضلالتهم تسمعوا إذا من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون وإذا وقع قول عليهم أخرجنا لهدى بذمنا نضي تكلمهم إن الناس كانوا بأياتنا لا يؤمنون ويغال شرم كل أمات قوجا ممن يكذب بأياتنا فهم يؤسعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بأياتنا ولم تحيطوا بها علما أما لا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلبوا فهم لا يضيقون قال اليار والنهاج عن الليلة ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لأيات لقوم يؤمنون ويوما ينفقوا في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا شهد آخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرضى السحابة سرع الله الذي أتقال كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء أب الحسنة فله خير منها وهم من فزع يوم إذنا منهم ومن جاء أب السيئة فقبت وجوههم في النار أدوتون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت ألعبود رب هذه البلدات الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأعملوا القرآن فبريد هذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أهل من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته ما تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم لطاسم من كآيات كتاب مبين نخلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف وطاق إبادا منهم يذبح أمناه أهم يستحيي نساءهم إنه كان من المسجدين ونريد أن نمنع على الذين نستضعف في الأرض ونجعلهم أئم ذا ونجعلهم بالفارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد فرعون وهمانا وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأبحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أردوه إليك وجعلوه من المرسلين فانتقطه قالوا فرعون ليكون لهم عدو وحسن إن فرعون وهامانا وجنودهما كانوا قاضئين وقالت امرأة فرعون قرات عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أولا تقضه ولد وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغاني كانت لجمدي به لو لا أرفضنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخذه قصيه ربصوا رجمه عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم مراضع من قبله فقالت هذا دلوكم على أهلي بيت يكفلون أهولكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه قد قرأ عينها ولا تحزن وريدها لما أن وعد الله حقه ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده مستوى أهولناه حكم وعلماء وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غمت من أهلها فوجد فيها رجلين يقتدلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز أخو الموسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خال إذا يدى رقبه فإلى الله استسره بنفسي يستسرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يضيش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قاتت النمسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصر مدينة يسعى قال يا موسى إنما لأيا تمرون بك ليقتلك بغلو جنينك من الناصحين فخرج منها أخا إبن يترقب قال ربي تجني من القوم الظالمين ولما توجه دلقاء أمد ينا قال عسى ربي أن يهديني سوا السبيل ولما ورد ما أمد ينا وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونه مراتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة هو أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء أدو إحداهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعو فليتسيك أجرى ما سقيت لنا فلما جاء أبو قص عليه القصص قال لا تخف نجرة من القوم الظالمين قالت إعداهما يا أبا تستاجر إن خير من استاجرت القوي نمين قال إني أريد أنك حقائدنا في هاتيني على أمتاجرني ثماني حجج فإلا أنت أسرف من عندك وما أريد أنا شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام لجلني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكين فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آه نسى من جانب طول نارا وغال لي أليم كذوق إني يا أه ألسوا نارا لعلي يا أه أتيكم منها بخبرنا وجدوا عجل من النار لعلكم تصطلون فلما أتهى النودي يا مشاطئ الوادي ليماني في البقعة المباركة في الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القحصاك فلما رأى هذا الزفع النهاجا النبو لا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمين أسلم يدك في جيبك تخرج بيضاء أبن غير سوء ومملك الجناحك من الرهب فلانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم الفاسقين قال ربي إني قتلت منهم سبا أخاف أن يقولوني وأخي هارون هو أصح مني لسانا فأسلهم عيردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضو دك بأخيك ونجعلونكما سلطانا فلا يصلون إليكما بأخي يا جناب أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء أهم موسى بأخي يا جناب ينادي قالوا ما هذا إلا زحر مفترا وما سمعنا بهذا فيه أبا إلى الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء أب الهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما عاني بدونكم من الله الغيري فأوق لي يا همانو على طيني فاجعل لي صرحا لعلي أطارع إلى إله موسى وإني نأظنه من الكاذبين واستكبره ومجنوده في رضي بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبناهم في اليم فرضوك إذا كان عاقبة الطالبين وجعلناهم أئمة يدعونا إلى النار ويوم القيامة لا يصارون وأزبعناهم في هذه الدنيا لعناه ويوم القيامة من المقبوحين ولا قداء هنا موسى كتابة من بدماء أبقنا القرون الأولى لا بصار إرى للناس وعودة ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت في جانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين ولكن أشنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مليانة تدلو عليهم آياتنا وما كنت في جانب الغربي وما كنت في جانب الغربي إذ نادي النار ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم مهار أتاهم من نظهر من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسد إلينا رسول فنتبعها أياتك ونكون من المؤمنين ولما جاء أروف الحق من عندنا قالوا لولا يا موسى أورب يكفروا بما يا موسى قالوا ساهران تظاهروا وقالوا إنا بكل كافرون قل فانتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فعلاما ما يتبعون أهواءهم وما نظل ممن تبع هواه بغير هدى من الله إذن الله لا يهدي القوم الظالمين